السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بشمال دسا اسراء ابراهيم من شركة كرياتيف جروب النهاردة ان شاء الله هنبتدي فيديو جديد في سلسلة تعليم برنامج ريفت 2017 كنا في في الفيديوهات اللي فاتت او في الفيديوز اللي فاتت كنا بدأنا ان احنا نطلع زي ماضي البسيط بدأنا ان احنا ناخد الاوامر بتاعة امر الوول وامر الدور وامر الويندو امر الكمبوننت اخدنا امر الكولوم بدأنا ان احنا نشرح حاجة اسمها الفلور اخدنا معهم حاجة اسمها الكورتين جراد والمولين ودي كانت في حالة الكورتين وول بدأنا ان احنا ناخد كمان من الجزء بتاع الديتم اخدنا حاجة اسمها جراد واخدنا حاجة اسمها واخدنا كمان الجزء اسمه مودل لاين وقلنا ان المودل لاين دي بتكون تضم الاوامر بتاعت التروينج والاوامر بتاعت الموديفاي. النهاردة ان شاء الله هنبتزي في جزء جديد او في حاجة جديدة هو امر اسمه روف. طيب هنا هو في الريفت بيبتزي ان هو يديني حاجتين. بيقولي في حاجة اسمها روف وفي حاجة اسمها سيلينج. طب ايه الفرق ما بين الروف والسيلينج? الروف ده عبارة عن السقف الخارجي للمبنى. انما السيلينج ده عبارة عن السقف الداخلي. مش شرط يكون ان الاتنين ليهم نفس الشكل او مش شرط ان يكون الاتنين ليهم نفس البروبرتز. لا. ممكن يكون الروف شكل وممكن يكون السيلينج شكل تاني. معناه ان انا ممكن يكون الروف بتاعي بتاعي المبنى عبارة عن سقف ميل او سقف مسلا فيه شكل كيرف ومعين او سقف مسلا مسلس. ممكن يكون حاجة مسلا هيتحط عليها material اراميد او اي حاجة. وممكن يكون السيلينج او المبنى بتاعي من جوة. السقف بتاعه عادي جدا مفهوش اي لعب او مفهوش اي شكل. فاحنا هنبتزي ان احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنبتزي ان احنا ناخد امر الروف. وفي الفيديو الجاي بازن الله هنبتزي ان احنا ندرس السيلينج بكل التفاصيل بتاعته. طيب لو انا كي تقربت ناحية الامر بتاع الروف طبعا احنا متعودين ان انا اي امر عندي بيكون فيه تحته زي سهم كده. معنى كده ان هو هيبتزي يطلع لي انواع تانية موجودة جوه امر الروف. اول ما ببتزي ان انا افتح الروف بتاعي بلاقي في حاجتين. حاجة اسمها الروف واو بايفود. وحاجة اسمها الروف واي اكستروجن. وفي حاجة اسمها الروف بايفيس ده هنبتزي ان احنا ندرسها في جزء الكنسيبش والميس او في الجزء بتاعنا الادفانست ان شاء الله في الفيديوز الادفانست ان انا لو عندي اي شكل للثقف بتاعي حتى لو كان اورجانيك اقدر ان انا ابتدى احواله للروف. طيب. اللي احنا نبتزي ان احنا ناخده النهاردة متعودين دايما ان انا اول ما بقف على اي امر بيبتز ان هو يطلع لي كده بمعنى اصحي طريقة شرح الامر ده هي عاملة ازاي بيبتز ان هو يقول لي ان الروف بايفود برانتد عبارة عن ان هو بيطلع لي دايما سقف ميال اي ان كان الميل بتاعه ده هيكون منين هل من اتجاه واحد او من اتجاهين او من التلات اتجاهات او من اربعة او من كل الاتجاهات بتاعت المبنى طيب طبعاً انا احنا متعودين ان انا اول حاجة ببتز انا اعملها في الفايل بتاعي ان انا بزبط اليونت او هطر ان انا كل حاجة هبتز ان انا اكتبها ابتز ان انا ادخله اليونت بتاعتها او اكتب اليونت بتاعتها طيب زي ما قلنا انا عندي فيه امر هنا اسمه امر الول هنبتز بس ان احنا نعمل زي ركتانجل كده بسيط او زي مبنى كده شكله scene dez الحوائط بتاعت دي هيطلعاً منين لفين زي ما قلنا ان هو دايما بيحطيلي في بتاعتي بيحطي لي المسافة ما بينهم اربعة متر ودايما اي حيط عندي زي ما قلنا في الفيديو بتاع لو الناس معايا فاكرين هيبدأوا ان هم يلاقوا ان هو دايما الول بتاعتي بتطلع لي ان بتاعها تمانية متر اللي هو الارتفاع بتاع الديفولت بتاع البرنامج لو احنا حابين ان احنا نزبط الارتفاعات فبقدر ان انا اعمل سليكت على الحيطان بتاعتي واقل له والله ان انا الباس كونسترين هيكون لفل 1 والتاب كونسترين هيكون لفل 2 ان انا الحيطان بتاعتي طلعا لي من لفل 1 لفل 2 طالما انا مش هعمل اي لفل ستانية طيب هنبتزي ان احنا نمسك المبنى بتاعي ده وهبتزي بس ان انا عمل ه copy بامر copy تمام او هدوس على الاختصار بتاعه co وهو هعمل له copy مثلا اكتر من مرة هدوس على multiply وهبتزي ان انا عمله copy نرى كمان. نبتزي بس ان احنا نحرك بتاعتنا دي بعيد شوية. وهبتزي ان انا اعمل دول كمان هنا. علشان نبتزي ان احنا نعرض بس كل الاشكال بتاعتي بتاعة الروف. طيب هنبتزي ان احنا نعمل ايه? هخش على امر الروف. وهبتزي ان انا اضغط على روف باي فود برينت. طيب انا الخطوات بتاعة امر الروف. في الاول ان انت اولا انت بترسم لي الوولز بتاعتك طبيعي جدا لان انت هتحط الروف بعد كده عليها. تاني حاجة ان انت بتزبط لي الارتفاعات بتاعة الوولز. ليه? علشان تحسب المنسوب بتاعك بتاع الروف زي ما هنشوف دلوقتي حالا. طيب هنبتزي ان احنا نخش على امر الروف باي فود برينت. بدأ ان هو يطلع لي كده. ويقول لي. او بيقول لي. او بيقول لي. you have created the roof on the lowest level. would you like to move it to? ومكتب لي هنا level two. طيب الخطوة دي بتبتزي ان هي بتعمل ايه? الناس كلها او معظم اليوزرز بتوع الريفت. اما بيقوا يعملوا الروف بتاعي بيكونوا واقفين على level one. فهو طبيعي ان هو مفسر ان level one ده هو اقل level موجودة عندي في الرسمة. اصلا هو يعتبر المحدود ان بتاعه زيرو متر. فهو يعتبر اقل level. فطبيعي جدا ان انا لما اقول له انا هعيز اعمل روح يطلع لي زي رسالة تحذير كده ويقول لي خلي بالك انت بتبتزي ان انت تعمل للروف بتاعك على على اقل level موجودة عندي في الرسمة. هل انت عايز او مكتب لي هنا level two. ليه level two? لان هو متعرف ان انا عندي في البروشيكت بتاعي ما عنديش في level one وlevel two بس. طبعا لو انا عندي اكتر من level لو جيت فتحت القائمة دي او لو جيت فتحت الليست دي هلاقي اكتر من level. طبعا الطبيعي جدا ان انا ببتدي ان انا اعمل الروف بتاعي لو هو سقف بتاع المبنى كله. فببتدي ان انا اخليه على اعلى مستوى. فهو هنا بيقول لي خلي بالك ان ان انت عامله على level واحد. هل انت عايز ان انا اتنقل بالفيو بتاعي level 2? فاقول له ياس. طيب كده هو هيعمل ايه? هو هيبتدي ان هو يعمل لي الروف بتاعي على level اتنين. برغم ان انا لسه وقفة في level two. بس انا لو جيت بسيط في البروبرتز هنا هلاقي ان انا مكتوب عندي ان البيز level او اللي هو محطوط عليه مكتوب هنا level two. طيب هنبتدي ان احنا نعمل ايه? نطلع لي علامة الاكس والصحي لاقي علامة الكنسل والاوكي مكتوب لي هنا بتاعتي ونطلع لي علامات الدرويد. طبيعي جدا زي ما انا كنت في الفيديو اللي فات كنت ما اتكلم في امر الفلور كنت لازم احدد الحدود بتاعتي او الارضية بتاعتي بتاعت المبنى او بتاعت القوضة او بتاعت الفراغ او بتاعت اللي او طعم مثلا. نفس الحكاية مفروضة ان انت تحدد لي الحدود بتاعتي بتاعت الروف. طيب هنبتدي ان احنا نعمل ايه? هبتدي ان انا اعمل كده للحدود بتاعتي. طيب احنا في الفيديو اللي فات او في امر الفلور قلنا ان انا بعمل الفلور بتاعتي او بعمل للفلور بتاعتي على الحيطة الداخلية مش على الحيطة الخارجية. ليه? لما بتدي ان انا اكرر الفلور بتاعتي دي لو هتطلع هي هي. ما يبانش الاسلابة بتاعتي او ما يبانش الحطور بتاعتي بتاع الفلور على الاليفيشن من برا او على الواجهة من برا. طيب تفتكروا لما اجي اعمل روف. هل هاخترها على الحيطة الداخلية او على الحيطة الخارجية? طبعا هبتدي ان انا اخترها على الحيطة الايه? على الحيطة الخارجية لعلشان ما يبقاش ظهر لي في اللي اوت من فوق سمك الول. يعني نتخيل كده ان انا الروف بتاعي هسبته لحد هنا. يبقى انا هشوف في الموض البتاعي هشوف دايما سمك الول من فوق. وطبعا غلط ايه? غلط ما ينفعش ان انا اعمله في البروجيكت بتاعي. طيب هنبتزي ان احنا نعمل ايه? هعمل على الخطوط الداخلية اللي عندي. وقت ما بعمل على الحيطة. وقت ما بيبتزي جنبها ان هو يطلع لي زي مسلس كده. والمسلس ده مكتوب لي جنبيه تلاتين درجة وده الديفولت بتاعه. احنا قلنا ان هو دايما بيعمل لي سقف مايل. فالتلاتين درجة دول يقصد ان هو السقف بتاعي هيكون مايل من دي بزاوية كام? بزاوية تلاتين درجة. هو انا اقدر ان انا تحكم في الزاوية دي. اه طبعا نقدر ان احنا نتحكم فيها. ازاي? اما ان انت بتدوس على علامة التلاتين درجة دي. وتقدر تغيرها وتقدر تخليها خمسة واربعين درجة تقدر تخليها عشرين عشرة زي ما انت عايز. او من البروبرتز بلاقي في حاجة اسمها السلوب. اقدر برضو ان انا اغير الايه? السلوب بتاعي. طيب. السلوب ده هبتدي ان انا اقول له والله انا عايز اعمل للخط ده وللخط ده وللخط ده وللخط ده وللخط ده. طيب هو بدأ ان هو يعمل لي ايه? لازم الروف بتاعي. او زي في الفيديو اللي فات. لازم الفلور بتاعتي لازم تكون مقفولة. ما ينفعش ان انا حددله ثلاث خطوط وخط كده اسيبه فاضي. لا لازم يكون مقفولة. طيب انت كده هتخليه لان السقف بتاعي يكون ميل من الاربع اتجاهات بزاوية تلاتين درجة. طيب تعالوا كده نبتزي ان احنا ندوس على علامة صحة. وابتزي ان انا بص للسري دي عندي. طبعا انا بدأت ان انا اعمل ايه? انا وعلتلكو الغلطة اللي معظم الناس هتبتزي ان هي تعملها. اللي هي انا بحدد على الحيطة اللي ايه? بحدد على الحيطة اللي جوه لان هم بيفتكروا ان انا بعمل في الروف زي بالزبطة لما بعمل في الفلور. طيب تعالوا كده نعمل على الحيطة الخارجية. علشان نشوف الفرق. هبتزي ان انا اقول له ياس. طبعا ده بقى الصح اللي عندي. ان انا باخد على الحيطة الخارجية. انا حبيت ان انا اعمل لكل اتنين علشان تشوفوا الفرق. اول ما هبتزي ان انا بص هنا. ادي الفرق ما بين ان انا باخد الروف بتاع على الحيطة الداخلية او على الحيطة الخارجية. فالطبيعي جدا ان هو يكون على الحيطة الخارجية. طيب. طبعا الجزئية دي انا بلاقي ايه? بلاقي ان السقف بتاعي ميل من الاربع اتجاهات عندي وبزاوية كم? بزاوية تلاتين درجة. طبعا لو انا جيت عملت سلكت على السقف ده. اقدر ان انا اتحكم في الميل بتاعه مرة تانية. يعني اقدر ان انا اغير بتاعه بدل ما هو تلاتين درجة اقدر اخليه عشرة. اقدر اخليه خمسة اقدر اخليه خمسة واربعين. اقدر كمان ان انا امسك بتاعت دي وابتزي ان انا اتحكم ايه? اتحكم فيها كده مانيوال. لو انا عايزة بتزي ان انا اتحكم فيها ايه كمان يقول. تمام? طيب. ده بالنسبة ان انا خليت ان الاربع جهات بتوعي يكونوا ميين. تعالوا كده على لفل وان. او تعالوا نجرب المرة دي ان انا اعمل الروف بتاعي من واقف على لفل ترو. طيب. هبتزي ان انا اقوله امر روف. وهبتزي ان انا اضغط. هل طلع لي الرسالة اللي هي كانت النوتس اللي هي ان انت عامل على الليفل الاقل? لا. انا عامله من على الليفل اتنين. فهو كده ما طلع ليش الرسالة بتاعة التنبيه بتاعتي. طيب. هنبتزي ان احنا نعمل ايه? انا افترض دلوقتي ان انا هقوله ايه? هقوله انا مش عايز اميله من الاربع جهات. انا هميله من جهتين وجهتين تانين لأ. طبيعي جدا ان انا الجهتين اللي انا هميله منهم هم الجهتين المتقابلين لبعض. يعني انا مسلا هميل من الاتجاهين دول ومش هميل من الاتجاهين دول. طيب هعمل ايه? هقول له والله أنا هبتدي إن أنا أميل من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده طيب الاتجاهين التانيين هل أنا ينفع إن أنا سيبه كده عشان هما مش ميتميلين فهسيبهم من خير ما أعمل لهم بيك؟ أكيد لا طبعا ما يفعش إن أنا أدوس على صح طيب بلاقي فيه في الأوبشنز بور اللي فوق في حاجة اسمها ديفاين سلوبس ديفاين سلوبس دي طول ما هي معمول عليها علامة مار طول ما أنا متعرف عندي إن أنا أي خط بعمله بيك بيبتزي إن هو يحط لي عليه إيه؟ يبتزي إن هو يحط لي عليه الميل بتاعي طيب لو شلت علامة المارك من على الديفاين سلوب وبدأت إن أنا قلت له الخط ده هل طلعني المسلس هنا؟ لا معنى كده إن الخط بتاعي ده مش هيكون إيه؟ مش هيكون ميل ونفس بحكاية هنا يبقى أنا كده عملت إيه؟ أنا عملت باوندري مقفولة بس الاوندري مقفولة دي هتبقى ميلة من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده أول ما هبتزي إن أنا أدوس على صح ويجي بص كده في الـ 3D هو إيه اللي عمله؟ هو ابتدى إن هو يميل من الاتجاه ده ويميل من الاتجاه ده لكن ما عنديش هنا ولا سقف ميل ولا هنا سقف ميل طيب هتبني مشكلة تانية إن أنا طبيعي طبعاً الكونكشن بتاعتي دي غلط ما بين الحيطة وما بين السف فهبتزي إن أنا أعمل إيه؟ بيكون فيه أمر عندنا اسمه أمر attach يعني إيه؟ يعني أنا عايز دلوقتي إن أنا أربط الحيطة بتاعتي دي سواء الحيطة دي أو الحيطة اللورة أنا عايز أربط الحيطة بتاعتي دي بالسف فأنا هبتزي إن أنا أعمل إيه؟ هعمل select على الحيطة أول ما أعمل select على الحيطة بيطلع لي فوق أمر edit profile اللي إحنا كنا أخذينه قبل كده إن أنا بفرغ فيه أو ببتزي إن أنا أعمل mixing ما بينه وما بين الكارتن وال هبتزي إن أنا أعمل له حاجة اسمها مش edit profile حاجة اسمها attach top أو paste attach top أو paste ده بيقولي زي في الشرح كده بيقولي attach selected walls to model elements such as roofs and floors يعني بيبتزي إن هو يوصل للحيطة بتاعتي بأي حاجة هوريزونتل يعني ما ينفعش إن أنا أعمل attach لحاجتين vertical أو لحاجتين هوريزونتل لازم حاجة vertical مع هوريزونتل فلو أنا أعتبرت إن أنا الحيطة بتاعت دي vertical يبقى هوريزونتل بالنسبة لها يا إما floor يا إما إيه يا إما روف وهو ده اللي هو بيقوله لي إن أنا ببتزي أعمل attach لي roof أو floor طيب هبتزي إن أنا دوس على attach كل اللي بعمله إن أنا بس بختار إيه الروف بتاعه وبيقولي هو في الرسالة الصغيرة بيقولي select the roof أول ما بعمل select the roof إيه اللي بيحصل بيبتزي إن هو يطلع لي السقف بتاعي عادي جدا يبقى أنا تاني لو حبيت إن أنا أوصل الحيطة بتاعتي دي هعمل إيه طبعا ما ينفعش إن أنا مسكها كده وشدها لإن أنا لو شدتها كده هي مش هتكون متقطعة أو مش وغدة شكل المبنى بتاعي فهعمل select على الول وهقوله attach top أو base وبتزي إن أنا أضغط على الإيه أضغط على الروف بتاعي يبقى أنا كده عملت الإيه عملت السقف بتاعي بدل ما هو ميل من أربع اتجاهات هو ميل من اتجاهين بس طيب تعالوا كده نرجع لlevel 1 وأقول له مثلا أنا في الحالة دي هبتزي إن أنا أعمل roof roof type footprint بس المرة دي أنا هبتزي إن أنا أميل من اتجاه واحد يعني هخلي إن اللي slope بتاعي طول ما معمول علامة mark أو check على define slope طول ما هو بيبتزي إن هو يميل للسقف بتاعي هقول له عمل لي مثلا check هنا وهشيل علامة المارك من على define slope وهبتزي إن أنا أقول له أنا أعيز السقف ده والسقف ده من السقف ده وهبتزي إن أنا برضو أدسه على إيه أدسه على صحة طب المرة دي السقف هيطلع عامل إزاي؟ هيطلع طبعا ما هو ميل من اتجاه إيه؟ ميل من اتجاه واحد طب عايز أعدل السقف بتاعي أقدر بقى إن أنا أعمل select على حيطة دي control طبعا مش شرط إن أنا أمسك حيطة حيطة لأ ممكن أدوس بcontrol كده أعمل select لكل الحوائط وأقول له attach top أو base ودعمل بس select على الإيه؟ select على الروب طيب أنا كده خليته ميل من اتجاه إيه؟ من اتجاه واحد طيب ممكن حد يقول لي طب فيه شكل تاني؟ آه أنا ببدل شوية بعملهم على level 1 وشوية تانيين بعملهم على level 2 هبتزي بس إن أنا أعمل copy كده لي الشكل بتاعي هنا وهو هعمل بس selectر ده وهو هعملهم move أنا حطة بس كل الروف كم بعضها عشان نبتزي إن إحنا نشوف الفرق والاختلاف ما بين أشكال الروف المختلفة سواء كانت الفروف by food print أو roof by extrusion هاجي من هنا على الجزئية دي وبتزي إن أنا هعمل شكل تاني من أشكال الروف طيب هنمسك كده هبتزي إن أنا أقف على level 2 وبتزي إن أنا أختار أمر الروف roof by food print وهبتزي إن أنا أقوله إيه؟ أقوله طب ماشي أنا هعمل لك roof by pick line define slope هل ينفع إن أنا أعمله لك بعيد عن المبنى شوية؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي وقتا ما بيجي بعمل pick أنا بعمل pick على الحدود بتاعت المبنى بالظبط وفهمنا إن هي الميل أو اللقع من حيث define slopes طب أمال إيه offset اللي إحنا خدناها دي؟ لو تفتكروا الفيديو بتاع drawing orders كان بيبقى فيه offset إنه هو بياخد لي مسافة ما بين الdatum بتاعي أو ما بين النقطة اللي أنا بدوس عليها click وما بين النقطة اللي هو هيبتزي رسمي منها طب نفترض لو أنا ديت له من الoffset مثلا بتاعي ديت له الoffset 1 متر وقلت له pick line لده بصوا كده أنا أول ما بقرب ناحية الخطة هو بيبتزي إنه هيعمل لي إيه؟ بيقولي والله إنت عايز تعمل offset عايز الخطي كل جوة ولا البرة طيب لو قلت له البرة إيه اللي هيحصل؟ كإني بعمل pick line بس للحدود الخارجية بتاعتي يعني أنا أعمله مثلا بالطريقة دي كإني السقف بتاعي مش هيكون واخد الحدود بتاعة المبنى لا ده هيكبر عن الحدود بتاعة المبنى طيب أول ما أدوس على صح تعالوا كده نبتزي إنه إحنا نشوف شخله بدأ إنه هو يطلعولي بالمنظر ده شايفين إيه الفرق ما بين ده وده؟ ده على الحدود بتاعة المبنى بالزبط إنما ده لا ده مش على الحدود بتاعة المبنى ده عندي فيه فرق كده أقدر إن أنا أستفيد إيه؟ أقدر إن أنا أستفيد بيه؟ على حسب طبعا الشكل اللي موجودة عندي في الديزاين أو على حسب الشكل اللي أنا عايز أطلعه في البروجيكت بتاعي عمد طيب نشوف شكل تاني لو أنا جيت مثلا هنا وقلت له والله أنا عايز أعمل روف روف بايفود برينت وبيك لاين وعايز أقوله أنا هعمل لك برضو بالأفست واحد متر وعايز أقوله كده 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 تمام؟ وعايز أقوله كده طيب وهعمل إيه كمان؟ هبتدي إن أنا باللاين كده أقوله والله إذا أنا عايكون فيه عندي مثلا حاجة عاملة كده حاجة مثلا هنرجع الأفست بتاعي بزيرو مرة تانية حاجة عاملة كده حاجة عاملة كده نمسك مثلا الخط ده نمسك مثلا الخط ده نمسك مثلا نحركه لحد لما يوصل للديتم ده طبعا كده هل هي باوندري مقفولة؟ طبعا عندي الخط اللي في النص ده ما ينفعش فأنا هعمل وهبتدي سوري هعمل أمر ده الأسهل لي ممكن يكون ب بس هتطر إن أنا أرسم خط من هنا من اللي هيتشاله هعمل وهدوس علامة وابتدي إن أنا حدد له ده وابتدي إن أنا أقوله أوكي بدأ إن هو يطلع لي إيه؟ بدأ إن هو يطلع لي شكل مثلا سقف بالمنظر ده حاجة شوية بدأ إن هو يطلعها لي بالمنظر ده يبقى أنا كده بعمل إيه؟ أنا كل اللي بعمله إن أنا بحدد الباوندري لاين بتاعة الروف دي وهو بيحط لي عليها سقف ميل أي إن كان السقف الميل ده هيبقى شكله إيه؟ وهيبقى ميل على دلع واحد، دلعين، الأربع أضلاع حوالين المبنى بالضبط أو أفسد من المبنى واخد شكله كمان من بره، أي إن كان هو شكله عامل إزاي؟ طبعا زي ما تعلمنا إن أنا ممكن إن أنا الول بتاعتي والفلور بتاعتي بديها طبقات تشطيب، نفس الحكاية بالضبط أنا ممكن هنا أبتدي إن أنا أحط الروف بتاعتي، وأبتدي إن أنا أقول له من هنا طبعا لو أنا جيت شفت على type selector بتاعتي هلاقي في حاجة اسمها basic roof وفي حاجة اسمها sloped glazing الفرق اللي ما بينهم إن أنا basic roof دي بيكون حاجة solid، اللي sloped glazing دي بتكون عبارة عن حاجة إيه؟ عبارة عن حاجة glazed، تمام؟ أو حاجة إزايز أو بيكون عندنا الروف بتاعنا ممكن يكون sloped glazing، إيه sloped glazing دي؟ لهو بيكون سقف عبارة عن سقف زجاجي كإني عندي مثلا atrium في المبنى بتاعي أو عندي منطقة هداخد ضغطية مثلا إزايز، فببتدي إن أنا أعملها إزايزي يعني مثلا لو أنا جيت مسكة الروف ده، وبدأت إن أنا أقول له لأ أنا مش هختار إني بقى النوع بتاعه basic roof أنا هختار إني بقى النوع بتاعه sloped glazing، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى عبارة عن سقف إزايز، أو السقف متشالش، أو السقف إزايز طب وطالما إن السقف إزايز، لو أنا كيد بدأت إن أنا أطبق عليه أمر curtain grid، وبدأت إن أنا أحط مثلا مجموعة grid هنا سواء كانت بتاعتي horizontal، أو كانت بتاعتي vertical، يبقى أنا كده بتعامل معاك إنه زي curtain wall بالزبط، أقدر إن أنا مسلا أمسك الموليون بتاعتي وأقول له all curtain line، وبتزي إن أنا أحط الموليونز بتاعتي، فأقدر لو أنا عندي جزء في المشروع مثلا عبارة عن جزء منه سقف إزايز ومتعلم بالطريقة دي، يبقى أنا أقدرت إن أنا أعملها طبعا لو أنا السقف بتاعي ده basic، أقدر إن أنا أخش كمان على edit type، وأقدر كمان إن أنا أعمل duplicate، وسميها مثلا my roof، وبتزي إن أنا أعمل وادوس على structure و edit، وفي الحالة دي نفس بالزبط اللي إحنا قلناه ساعة لما كنا بنعمل الول وساعة لما كنا بنعمل الفلور إن أنا أقدر أحط طبقات تشتيب سواء بقى هحط طبقات التشتيب بتاعتي رمل ومونة وعزل حرارة وعزل رطوبة، وحط طبقة التشتيب بتاعتي الفاينل، سواء كانت سراميق، سواء كانت بورسلين، سواء كانت أي material من material finish، بقدر إن أنا أعمل الماتيريال بتاعتي من edit type، زي ما إحنا متعودين إن إحنا نعمل في الول والفلور بنفس الطريقة بالزبط، تمام؟ طيب، ده كده بالنسبة للنوع الأولاني من الروف اللي هو اسمه roof by food print، وقلناه دايماً بيعمل لي سقف ماين، طيب تعال كده لو إحنا خلينا مثلاً إن أنا لو نفترض مثلاً جيت على level 2 وجيت عملت على السقف ده، وقلت له أنا هعمل roof roof by food print، هبتزي إن أنا أشيل علامة المارك من على define slope، وأعمل pick line، وهعمل pick line على الحدود الخارجية بتاعتي، من غير أي ميول، يبتزي إن هو يعمل لي إيه؟ ده هيبتزي إن هو يعمل لي سقف straight عادي خالص، كأنني بالزبط كان عندي أو ممكن الطريقة دي نعملها، إن أنا ممكن يكون عندي فيه floor مثلاً في level 1، وهو أبتزي إن أنا أعمل لها copy to clip board و paste a line to selected level على level 2، فدي طريقة تانية من طرق إن أنا أعمل roof straightي، أنا كده أقدرت إن أنا أعمل كذا تشكيل من التشكيل بتاعة ال roof عن طريق بس إن أنا زبط define slope والميل بتاعي هيكون قد إيه، وفي اتجاه واحد ولا اتنين، ولا في الأربع اتجاهات، ولا واخد office تطلع بره المبنى شوية، وهكذا. طيب، افرد إن أنا عندي مثلاً سقف، بس السقف ده ولا straight ولا ميل، ولا بالمنظر ده ولا بده ولا بده ولا أي حاجة، أنا عندي سقف مثلاً فيه أشكال كيرفات معينة. طيب، هنبتزي إن إحنا نعملها إزاي؟ ممكن أقوم موسك بس ده كده، هبتزي إن أنا أعمل لها copy كمان، وأقول له والله أنا هبتزي إن أنا أعمل من architecture حاجة اسمها roof by extrusion. طيب roof by extrusion جاي من اسمه إن إنت هتعمل extrude، يعني إيه هتعمل extrude؟ في الشرحة حتى بتاعه يبتزي إن هو يقول لي أنا كل اللي محتاجه منك إن إنت ترسم لي زي شكل cross section كده، أو شكل القطاع للسقف بتاعك، وأنا قريدي، وتحدد لي إيه الوجهة اللي هتعمل لها extrude، وأنا قريدي بعمل لك extrude لشكل القطاع ده على الوجهة كلها. طيب، هنبتزي إن إحنا نعمل إيه؟ لو ضغطت على roof by extrusion، يبتزي إن هو يطلع لي حاجة اسمها work plane، مسج كده اسمها work plane، ويقول لي دلوقتي، إنت إيه الوجهة اللي إنت هتعمل إيه؟ هل هتشتغل عليها؟ هل هتشتغل على north، ولا south، ولا east، ولا west، على أنهي؟ واجهة، فهقول له والله أنا لو جيت اخترت بالname، أنا ما عنديش هنا إسماء الelevations بتاعتي الأربعة، فأنا هختار حاجة اسمها pick a plane، يعني إنت اللي هتعمل لي pick للحيطة بتاعتك، أول ما هتدوس على okay، هيتزي إن هو يقول لي تحت كده مسج صغيرة ويقول لي pick a vertical plane، يعني حددت لي حاجة vertical يرصد بالvertical دي اللي هي الول بتاعتي، طيب أنا مثلا هقول له والله pick a vertical plane، هقول له add vertical plane بتاعتي، يبتزي إن هو يقول لي طب أنت ضغطت على الحيطة اللي تحت دي، هل أنت عايز ترسم على north، ولا على south، طبعا سواء أن أنت رسمت على north أو على south، مش هتفرق، ليه؟ لأن أنت لو رسمت من تحت هيبتزي إن هو يعمل extrude لفوق، ولو أنت رسمت من فوقها هيبتزي إن هو يعمل extrude لتحت، فأنت الموضوع مش فارق معاك أكتر من إن هو بيكون mirror مش أكتر، فأنا هقول له على north أو على south، مش مهم، هقول له افتح لي مثلا south elevation، وأبتدي أقول له open view، إيه اللي حصل؟ بدأ إن هو ينقلني على طول لل south elevation، يقول لي أنت على فكرة أنت كنت عامل الroof من البلان، بس أنت دلوقتي عشان ترسمي شكل الroof بتاعك لازم تقف على south elevation، يقول لي دلوقتي طلعني message تانية ويقول لي roof reference level and offset، يعني أنت هترسم من أنهي level هترسم الroof بتاعك ده في أنهي level، ولو أنت حابب يكون فيه offset ما بين الroof بتاعك وما بين الroof، وده في الغالب بنستخدمه شليه؟ لأن أنا مفيش حاجة هتفيدني إن أنا يبقى الroof بتاعي طاير عن الroof بمسافة معينة، من كده كده هعمل attach للول، طيب، هبتزي إن أنا أدوس على okay، طبعا هو any root، جوز إياه هو الجوز إياه ده؟ طيب هبتزي إن إحنا نعمل إيه؟ هتبتزي إن إنت ترسم لي قطاع، هو بيقول لي هنا مش هترسم لي boundary، مش شكل مقفول، ده بيقول لي create extrusion roof profile يعني يرسم لي شكل الroof بتاع الroof اللي أنا هعمل لك لي extrude، طيب تعالوا كده نريد نسك الart وقول له والله أنا هعمل مثلاً arc كده وارك تاني مثلاً كده، هل ده عبارة عن بعض boundary؟ لأ ده مش عبارة عن boundary خالص، ده عبارة عن profile، الprofile ده لو إنت جيت دوست على صح ده طبعا single line، لو إنت جيت دوست على صح، already هتبتزي إن إنت تلاقي إن هو تحول لإيه؟ لدouble line، طيب لو جيت بدأت إن إنت تبص في الثري دي عندك، هتلاقي already إن شكل السقف بتاعك اتعمل، بس إيه اللي حصل؟ علاقة السقف بالحوايط علاقة مش مزبوطة يعني في حاجات مش وصلة وفي حاجات دخلة لجوه، طيب هتعمل إيه؟ هتبتزي إن إنت تعمل select كده لكل الحوايط بتاعتك بتاعت المبنى، هتلاقي أمر attach بدأ إن هو يطلعلي، فهتعمل attach بالإيه؟ attach بالسقف بتاعك، فيبتزي إن هو يتزبط لي الشكل بتاعي، حتى لو بدأت إن إنت مسكت الroof بتاعي ده، وبدأت إن إنت مثلا تشده كده كأنه زي countryver شوية، تشده من على يمين أو على الشمال، تقدر إن إنت تعمل ده بحيث إن هي تكون برزة لبرة شوية، يبقى تاني، لو أنا عايزة أعمل roof by extrusion، هاجي من هنا نعمل آخر حالة، هختار roof، roof by extrusion، هايقول لي pick a plane، هقول له أوكي، هبتزي إن أنا حدد له أي plane عندنا، هقول له البلين دي، بالتالي هو قير إن ده الاست، فبيقول لي من ناحية الاست ولا الويست، هقول له لاي الاست، open view، هقول له قادي السقف بتاعي، هقول له أوكي، وابتزي إن أنا أرسم له السقف، طب إنت هترسم له السقف إزاي؟ نفترض مثلا أنا هرسم له إن يبقى السقف بتاعي مين مثلا بالمنظر ده، طيب جيت دست على صح؟ إيه اللي بتدى إن هو يحصل؟ بدأ إن هو يعمل لي extrude على the elevation كلها، طيب إيه اللي حصل؟ شايفين هو عمل extrude من هنا لحد آخر مبنى هو عمله، وده اللي دايما الريفت بيعملوا إن هو ما بيقراش الحدود بتاعة المبنى دي لأنه مش قادي، أنا بقول له extrude على the south elevation أو على the east elevation، طيب، نعمل إيه؟ كل اللي تعملوا إن أنت ممكن تمسك الحيطة دي، وتبتزي إن أنت بس تحركها لحد الحدود بتاعة المبنى، ده رقم واحد، رقم اتنين تبتزي إن أنت طبعا تزبط، ده طريقة تانية لعمل الحيطة الميلة، أو سوري السقف الميل، غير الroof by footprint، أمسك الحيطان بتاعت دي كلها، أقف عليها، وأبتزي إن أنا دوس tab كده من الكيبورد، فيعمل لي select عليهم كلهم، أقول له attach بالحيطة بتاعتي، فبدأ إن هو يعمل لها attach، طيب، نيجي نبص هنا، الحيطة بتاعتي هالت عمل لها attach؟ لا، ليه؟ لأنها الحدود بتاعة الول بتاعتي جوة، لأنها طول ما الحدود بتاعتي بتاعت الول جوة، هيبتزي إن هو هيديني error، طب هعمل إيه؟ كل اللي عامله إن أنا همسك بس الحيطة دي، وابتزي إن أنا أخرجها لبرى عندي لحد ما تبتزي إن هنا تتزبط، زي نفس الحكاية بالضبط قادر إن أنا أمسك الroof بتاعي ده، أختاره إذا كان روف من الأشكال الجهزة أو إذا كان slope glazing، أياً كان، أقدر أتحكم عليه من curtain graduate 1 million وهكذا، يبقى أنا كده قدرت إن أنا أعمل أشكال كتير من السقف بطرق بسيطة جداً لطريقة الroof العادي سواء كانت roof by food print أو roof by extrusion، يأما إن أنا بعمل سقف ميل، يأما إن أنا بعمل سقف بشكل قطاع معين، طيب، آخر نقطة في الroof هنبتزي إن إحنا ناخدها في الفيديو بتاع النهاردة، لو أنت حابب إن إنت تفتح فتحات مثلاً كأنها زي دهوية أو كأنها زي cantilever، طبعاً أنا لو عندي مثلاً سقف ميل زي ده، وضوء أصعب حاجة إحنا ممكن نشوفها، ده أنا عندي سقف مثلاً فيه curve زي ده، وحبيت إن أنا أفتح فيه فتحات، هعمل إيه؟ هبتزي إن أنا أعمل select على الفتحة دي، هلاقي من هنا حاجة اسمها opening vertical، يعني أنا إنت هفتح لك حاجة في الroof ده، بس هتكون vertical، يعني تفتح لي فتحة رأسية، طيب، هقول له opening vertical، طيب، إنت عشان إنت يجي تتحكم في السقف ده، تقدر إن إنت تتحكم منه من إيه؟ لو أنت باصس على السايت، عشان ده يعتبر بتاعك، طيب بدأ إن هو هيعمل لي زي كده زي مستطيل داش، لو أنا جيت رسمت مسلاً فيه عندي مسلاً مستطيل بالمنظر ده، وجيت عملت للمستطيل ده كده، قلت له والله إذا أنا هعمل copy هنا، و copy تاني هنا، أنا رسمت إيه؟ أنا رسمت تلات فتحات، تعالوا كده نبص في واجي بعد كده أدوس على صح، إيه اللي حصل؟ بدأ إن التلات فتحات اللي أنا عملتهم، اللي أنا قلت له opening vertical، بدأ إن هم يتفتحوا عندي، بس عما هم يتفتحوا، يتفتحوا وخدوا شكل كمان لإيه؟ خدوا شكل الروف بتاعي، أيا كان الروف ده بقى straight عادي أو ميل، أو مثلاً جاي بيب كيرف ومعين، أو ميل من اتجاهين، أو ميل من الاربع اتجاهات، زي ما أنا عايز، حتة إن أنا أعمل opening vertical، ده ما محطوطة على أي روف عندي، أو على الروف باي إيه؟ الروف باي إكستروجين، حاجة اسمها opening vertical، يبقى إحنا النهاردة في الفيديو ده بدأنا إن إحنا نعرف إزاي إن أنا بعمل أشكال للروف، إزاي إن أنا بعمل أشكال للسقف، عن طريق الأمرين اللي هم الروف باي فود برينت، والروف باي إكستروجين، استنونا إن شاء الله في الفيديو الجاي، هنبدأ إن إحنا ندرس حاجة اسمها اللي هو السقف الداخلي، وهنعرف إزاي إن أنا أعمل سقف داخلي جوه المبنى بتاعي، وإزاي يبتدي إن أنا أحط عليه كمان lighting units، أو وحدات إضاءة، ونبتدي إن إحنا نشوفها إزاي، لإن ده هيكون جزء مهم جدا من إن أنا أطلع إزاي interior shot، تابعونا إن شاء الله، ولو أي حد قابلته أي استفسارات، يقدر إن هو يسألنا على البيج بتاعتنا كرياتيو جروب على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته